موسيقى السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم ان شاء الله راح ناخذ اخر موضوع بمادة الميد شو اسمه اسمه جاكوبيان اند جاوسيز سايدل اتريشن طيب شو القصة بحكي لك انا راح يكون بدي استخدم مشان احل هذا النظام ايش مدمجا طبعنا هاي المعادلات من وين جبت هي حالذ multiples جبتها من الماتريكس الطبيئي طبعنا بعد fino انا معرفة يماتريكس اي وماتريكس اكس وبي فالماتريكس اي مضروب في مين وفي اكس اليوم منجحة المعادلات منخلال ان انا ضربت الصف الاول بمين بالعمود هذا والصف الثاني بالعمود هذا والصف الثالث بالعمود هذا تمام ممتاز وسويتهم بقيم هدول يعني لما اضرب الصف الأول بالعمود هاد ايش بعطيني بعطيني قيمة بي وان لما اضرب الصف الثاني بالعمود هاد شو بعطيني بي تو لما اضرب الصف الثالث بالعمود هاد رايح اعطيني بي ثري هسا ممكن هو يكون معطيك المعادلات جاهزة هاي وممكن يعطيك ايها على صغة ماتريكس زي ما راح نشوف هسا في الأمثلة تمام في البداية انا شو الفكرة تمام من هذا النظام كامل هدفي انه اوجد الـ X1 والـ X2 والـ X3 طيب الـ X1 طلح من المعادلة الأولى لاحظون الـ X1 طلح من المعادلة الأولى كيف؟ عادي موضوع للقانون الـ X1 شو عملت فيهن كل هاي القيم نقلت على الطرف الثاني يعني هاي القيم كاملة شو عملت فيهن نقلت هن وين على الطرف الثاني ظلت مين ايش A11 في X1 تمام وقسمت الكله على A11 طيب موضوع للقانون بسيط طيب تحكي ليه هشام ليش هل دايما أنه الأول مهادة لعندي بيطلع لـ X1 بيطلع منها الـ X1 باجي بحكي لك لا لازم تتبع قانون معين القانون بيحكي لك إذن أنا بشوف معامل X1 تمام أكبر من باقي المعاملة من مجموع المعاملين الباقيات فأنا بعرف أنه الموضوع للقانون رح يكون الـ X1 يعني معامل X1 هون تمام لاحظ أنه A11 هو أكبر من مين من معامل الثنتين الثانيات تمام طيب نفس الإشي هون مين الأكبر كان كان معامل X2 اللي هو A22 أكبر من مين أكبر من A21 والA23 مجموعات تمام طيب لو كان يسويه هشام عادي برضو باخده هو كموضوع للقانون ونفس الإشي على X3 كلهم سويت موضوع للقانون وهسا منبلش حل عليهم هاي المعادلات ثابتة سواء للجاكوبيان أو لقاوسيز تمام بس خلينا نشوف في البداية شو الفرق بناتهم حسنا نشوف بدنا نبلش في الجاكوبيان جاكوبيان إيش بحكي لك بحكي لك أنه أنا مشان بدي أوجد الـ X1 فأنا لازم إيش أوجد X1 جديدة تمام قيمة جديدة فشو لازم أعمل لازم بكتب نفس القانون بس هالمرة بعوض مكان قيم X إيش بكون معطيني إياهن هو طبعا بكون معطيني إياهن في السؤال بعوض الـ Iteration اللي هو اللي قبلي يعني أنا بدأ أوجد الـ Iteration الأول تمام الـ Iteration الأول إذا بدأ عوض قيم I اللي هي قبل إيش قبل I زائد واحد تمام يعني قبل بنقطة أنا بعوض مكان X طب هس ما تشوف هذا الحكي هذا بالنسبة لجاكوبيان فيه ثلاث حالات نفس الإشي بعوض مين اللي قبل بنقطة قبل بنقطة لما بدأ أوجد النقطة الجديدة بعوض اللي قبليها طيب أعطاني هون سؤال معطيني هون نظام بالفداية أنا ما بقدر أحل هذا النظام غير لما أعمل إشي زي ما حكيت لكم بدأ أحولها لمعادلات طب كيف أنا ممكن أحول هذا الحكي لمعادلات تمام زي ما حكيت لك الصف الأول بضرب فيه هذا العمود فبتصير عشرة X1 زاد اثنين بX2 ناقص واحد بX3 وتساوي كم تساوي سبعة هاي المعادلة للأولى المعادلة الثانية اللي هي X1 واحد ضرب X1 فهي X1 زاد ثمانية X2 تمام زاد ثلاثة X3 هاي بهاي هاي بهاي هاي بهاي وكم تساوي القيمة الثانية اللي هي إيش سالب أربعة طب ممتاز بعدين الصف الأخير إيش برجع بحكي لك سالب اثنين ضرب سالب اثنين في X1 زاد سالب واحد في X2 طب بسيطة هاي سالب واحد بXH بX2 تمام و10 بمين زاد 10 بX3 كم تساوي تساوي 9 ممتاز جهزة المعادلات ممتاز حسن شو لازم أعمل لازم أشوف هاي مين أطلع منها موضوع القانون الـ X1 ولا X2 ولا X3 طب كيف بدنا نعرف هشام حكيت لك أنا مشان أعرف وأوجد هاي ثلاث معادلات المهمات اللي بدي أبلش حل عليهم الرئيسيات لازم إيش أشوف أشوف المعاملات كيف يعني باجي عن معامل X1 معامل X1 المطلق تابعه تمام كل هن مطلق يعني أنا بدي أياهن كقيمة مش فارقة معي كإشارة تمام والثنين معامل X2 إيش الثنين طب والمعامل X3 كم سالب واحد اللي هو واحد يعني ما بفرقش معي كقيمة مجموعة ذول المعاملين بلاحظ إن أصغر من مين من معامل X1 يعني معامل X3 والX2 ما لهن أصغر من معامل مين لX1 إذن أنا بدي أخذ موضوع للقانون هون مين لX1 ممتاز فيش بتصير معادلته لX1 تساوي ل7 ناقص 2X2 زاد X3 نقلت هاي غاد وهاي غاد مقسوم لكل عالمين على معامل X1 اللي هو عشرة هاي المعادلة الأولى طب بدي أنطلق على المعادلة الثانية المعادلة الثانية مين بدي أطلع منها X2 ولا X3 طب كيف بدي أعرف بشوف المعاملات بلاحظ إنه معامل X2 ما له اللي هو ثمنية تمام أكبر من الثلاثة والواحد أكبر من مجموع ثلاثة زاد واحد أربعة فالأربعة تمام يعني هذا الأربعة ماله أقل من الثمنية اللي هو معامل X2 إذن هون مين بدي أطلع مين أكبر معامل موجود هنا وأكبر من مجموع الثنتين اللي هو مين X2 إذن من هون بدي أطلع من المعادلة الثانية بدي أطلع X2 طب ممتاز بدي أحكي لك سالب أربعة لا ناقص X1 ناقص X1 تمام ناقص 3X3 الكل على كم على معامل X2 كم اللي هو ثمانية ممتاز المعادل الأخير طبعا مبينة بس برضو لو بدك تتأكد تتأكد بلاحظوا المعامل X3 ما له أكبر من مين من مجموع المعاملين الثانيات سالب واحد اللي هو المطلق اللي هو بصير واحد واحد زائد اثنين تمام مطلق السالب اثنين برضو اثنين فاثنين زائد واحد فهي ثلاثة أصغر من مين من عشرة طب ممتاز باجي بحكي لك شو بحط هسه هنا التسعة هاي التسعة زي ما هي وبنقل مين بنقل هاي فبتصير زائد اثنين X1 زائد X2 X2 على اللي هو معامل X3 اللي هو عشرة طب شو بلاحظ بلاحظ انه هون المعادلة طلع X1 مسحوبة صح فظل من عندي X2 X3 هون X2 مسحوبة مين ظل عندي X1 و X3 هون X3 مسحوبة مين ظل عندي X1 X2 طب ممتاز هل هاي المعادلات كافية لا هاي المعادلات بدي اجي افهمك شغلة انه هسه ان المعادلات هاي جهزتين مشان ابلش عوض فيهن وطلع منهن قيم X1 و X2 و X3 طيب في معلومة انا مش عارف ناسي انقولكم اياها تمام المعلومة بحكي لي انه بده هذا بالنسبة لهذا السؤال 2-teration يعني بدي اعمل كم مرة تجربتين 2-teration ومعطيني معلومة ثانية شو المعلومة الثانية بحكي لي انه القيم الاولية القيم الاولية لل X1 و X2 و X3 هي عبارة عن صفار يعني صفر فاصل صفر فاصل صفر هاي ال X1 هاي ال X2 هاي ال X3 ممتاز ممتاز طب في ال-teration الاول ايش حكيت لك انا دايما بدعوذ القيم اللي قبل تمام في قانون جاكوبية هاي و ايش حكيت لك انه انا بدعوذ القيمة اللي قبل طيب ما ظرف اذا كان مبين معكم كامل او لا طيب بالمهم انه انا ايش بدعوذ القيمة اللي قبل طب مش هان اوجد X1 X1 ايش بدأسميها بدأحط فوق واحد شو يعني X1 تمام يعني التجربة الاولى ال-teration الاول وال-X2 1 وال-X3 1 برجع بكتب نفس القوانين نفس القوانين ولا بغير ايش القوانين اللي انا طلعتها 7 ناقص 2X2 بس بدأحط فوق هون صفر هزا بحكي لك شو الصفر X3 هنا صفر على مين على عشر اللي تحتيها سالب 4 ناقص X1 ناقص 3X3 حكيت لك صفر صفر تمام على 8 واخر واحدة هي 9 زاد 2X1 زاد X2 الكل مقسوم على مين عشر حكيت لك هنا صفر هنا صفر طيب شو قصدي بالصفر صفر انا في القانون ايش كنت احكي لك اي اي واحط هنوان تحت بس انا بحب احط هنفوق مشان اضل ايش من تبه يعني بديش اخربط احط 2.0 ديش هذا المنظر فكو ايش بحطها زي بور تمام شو القصد فيها يعني انا هنا في واحد تمام X3 واحد يعني انا بدي اوجد مين X3 في الاتراشن الاول بعوض مين اللي قبلها شو اللي قبل الواحد الصفر فهونا بدي اعوض الصفر والصفر تمام طب ممتاز معطيني معطيني طبعا اول ثلاث قيام الاصفار اللي هن كل هن صفار يعني بعوض مكان X2 تمام بالاتراشن لما يكون اول اتراشن وهو الاتراشن صفر في البداية اللي معطيني اياهن ايش بعوض صفر فبتصير معادلة سبعة ناقص اثنين مضروبة بصفر زائد صفر الكل على العشرة كم تطلع تطلع صفر فاصلة كم سبعة ممتاز هاي الاولى الثاني سالب اربعة ناقص صفر مكان X1 ايش بدي احط مكان X1 بدي احط الصفر تمام ناقص ثلاثة مضروبة في X3 X3 كم برضو صفر على جم على ثمانية بطلع الجواب اللي هو سالب اربعة اللي هو سالب نص تمام والاخير شو بدي بحكي لك هاي تسعة زائد اثنين مضروبة X1 X1 كم صفر معطيني اياه في السؤال زائد X2 كم X2 برضو صفر الكل على عشرة شو بتطلع صفر فاصل تسعة ها ممتاز اذا انا طلع معي ثلاث قيم ثلاث قيم بالتجربة الاولى اذا الone iteration شو عطاني في حالة الاش في الone iteration في التجربة الاولى تمام في التجربة الاولى اتراشن اعطاني قيم جديدة للX 1 و 2 شو القيمة 0.7 لو جدت من الX1 تمام وبرضو اعطاني اللي هو الX2 كم سالب نص وعطاني برضو 0.9 اللي هي X3 فهي صارت X1 X2 و X3 ممتاز نفس القانون برجع بحطه نفس المعادلات ولا بغير اي اشي يعني ما ما زدتش اشي انا تمام نفس المعادلات برجع بحط 7 ناقص 2 في X2 زاد X3 على 10 وهنا سالب 4 ناقص X1 ناقص 3 في X3 على 8 وهنا 9 زاد 2X1 زاد X2 على كم على 10 طيب بس قبل معوض وابلش عوض ايش بدي اعمل بدي اعمل شكل كثير مهم هس بدي مين الاتراشن الثاني اذا بدي احط هون ايش اثنين اثنين لما حكيت لك انا بدي اوجد لنيو قيمة جديدة بالاتراشن الجديد بعوض ايش القيمة اللي قبل شو القيمة اللي قبل اللي هي الواحد واحد 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 طب ممتاز طب ده اصارك سؤال تمام حسا واحد هل عوض قيم الصفر اللي في البداية لا خلص حسا انسيت اللي قبل كأنه سؤال قبل كان تمام انسى بالكامل يعني ولا تركز عليه ولا كأنه فيه كان سؤال أصلا فكأنه بلشنا السؤال من هون من اول بجديد بقيم ايش ايش جديدة بدعوض بجد بحكي لك سبعة ناقص اثنين في اكس تو في الاتريشن الاول اكس تو في الاتريشن الاول كم صفر فاصلة خمسة زائد الاكس ثري الاكس ثري كم صفر فاصلة تسعة مقسوم على عشرة كم بطلع الجواب خلينا نجرب الآلة حاسبة خلينا نشوفها الآلة حاسبة سبعة ناقص اثنين ضرب سارب صفر فاصلة اثنين زائد سفر فاصلة تسعة كم تطلع تمام تقسيم عشرة تطلع قيمتها سفر فاصلة ثمانية ثلاث تمام هنا هاي تسعة اوكي طيب ممتاز هسا الثاني بادي بحكي لك السالب اربعة زي ما هي ناقص 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 ثلاثة بإكس ثري كم قيمتها سفر فاصلة تسعة مقسومة على ثمانية ويساوي بعد بحكي لك سالب اربعة ناقص سفر فاصلة سبعة ناقص ثلاثة ضرب سفر فاصلة تسعة وتساوي تقسيم ثمانية تمام تطلع قيمتها ايش سالب صفر فاصلة تسعة اثنين خمسة تمام الله الله عشان طيب حسنا منيجا على مين على الثانية شو باجي بحكي لك نفس ريشي بحكي لك التسعة بعوضها زي ما هي زائد اثنين تمام الاكس ون ايش بتعوض مكان الاكس ون صفر فاصلة سبعة زائد الاكس تو كم الاكس تو اللي هي سالب صفر فاصلة خمسة الكل مقسوم على عشرة بعدي بحطها لها الحاسبة تسعة زائد اثنين ضرب سفر فاصلة سبعة ناقل سفر فاصلة خمسة ويساوي تقسيم عشرة تطلع اللي هي صفر فاصلة تسعة تسعة طيب ممتاز اذا انا هيك اوجدت من اوجدت القيم الجديدة للتو إتراشن تمام تو إتراشن ايش عطاني القيم الجديدة اللي هي صفر فاصلة ثمانية تسعة فاصلة سالب صفر فاصلة تسعة اثنين خمسة فاصلة تسعة وتسعة 0.99 هذه الـ X1 هذه الـ X2 هذه الـ X3 طيب أنا هيك أوجدت قيمين الـ X1 والـ X2 والـ X3 في الإتراشن الثاني طيب سؤال لو طلب مني على فرض طالب نسبة الخطأ يعني هيجي وقال لي شو نسبة الخطأ بنسبة للإتراشن الثاني طيب بعدي بحكي لك أنا قانون نسبة الخطأ طبعا كنا عارفينه تمام اللي هو الريلاتيف تمام بأجي أحكي لك العلاقة شو هي بتحكي لك إنه الـ New ناقص الـ Old على الـ New مضروب 100% طيب ممتاز بدي أوجد أول شي الـ X-H تمام بدي أوجد نسبة الخطأ لـ X1 في الإتراشن الثاني شو بأجي أحكي لك مضروب 100% بأجي أحكي لك لـ New القيم الجديد كان 0.89 ناقص القيم القديمة قديمة القيم القديمة اللي هي 0.7 مقسوم على 0.89 بطلع ما يجوابها طيب بالنسبة لنسبة الخطأ بالـ X2 الإتراشن الثاني تداما خلي قدامك رقم زي هيك إنه مشان تعرف أنت بأي إتراشن بأي طريقة طيب 100 ضرب 100 تمام بأجي أحكي لك شو القيمة الـ X2 اللي هي الجديدة 0.925 ناقص القديمة اللي هي ناقص 0.5 على مين على سالب 0.925 تطلع معك القيمة وآخر نسبة وآخر نسبة X3 إتراشن الثاني ويساوي مطلق اللي هو 0.99 هاي اللي جديدة ناقص القديمة اللي هي 0.9 على 0.99 ضرب 100 بالمية تمام وهيك أنا فعليا بكون إيش طلعت نسب الخطأ وبشوف كداش نسب الخطأ وهيك أنا بكون خلصت هاي طريقة الجاكوبين تمام حس بظل على هاي طريقة القاوسز منشوفها إن شاء الله كمان شوي بس خليني أشوف نقول لكم القانون طيب خلينا تمام حس براحض شغلة أنا عندي إيش القاوسز تمام طريقتها ايش بحكي لها نفس نفس قانون مين الجاكوبين يعني لو تطلع وتنتبه عليه بتلاحظ نفس القانون بس صرت إيش أرفع هنا أرفع الآيف زي ما كنت أنا علمتكم تمام في المثال القابل ما بتفرجي سواء حطيت الآيف هون ولا الآيف هون فاصلة بس إنه الفكرة تعرف إنه مش قصدي فيها الآيف مش روح فكرك فيها إنه قصدي قوة لا هي بس إيش إنه أنا بدأ فرجيك بدأ عوض أي قيمة يعني قيمة X1 صح أو لا ممتاز إذن كم طلعت معي طلعت معي قيمة X1 لما أجي أوجد X2 لل I زائد 1 نفس الإشي نفس القانون ولا بغير إشي بس ببطل أعوض قيمة XI بصير عوض القيم الجديد اللي طلعت معي تمام ممتاز ومن هون إيش بطلع معي هون بطلع X2 لX2 والX1 هذول الاثنين القيم الجديد بصير عوض هين صير عوض هون يعني ببطل أعتمد على القيم اللي قبل طيب كيف يعني هشام هس نشوف تعال فرجيك بداية النفس المثال ولا تغير فيه أي شي وحتى بدي أن قول ل نفس القوانين أنا عرفت كيف بحدد القوانين مين الموضوع تمام على قديش على عشرة والX2 تساوي سالب أربع ناقص X1 ناقص ثلاثة X3 على ثمانية وعندك X3 تساوي تسعة زايد اثنين X1 زايد X2 على قديش على عشرة تمام هاي نفس المعادلات نفس القوانين ومعطيني إنه صفر 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 X1 X2 X3 طب ممتاز هسه أول إتريشن بدي أعمله الإتريشن الأول صح ولا تمام بدي أعوض القيم لما بدي الإتريشن الأول يعني أنا بدي قيمة مين واحد هون ايش بدأ عوض قيمة صفر صفر صح ولا اللي هو ايش القيم هاي الجاهزة المعي الأورجينال تمام الرئيسية طب شو باجي بحكي له سبعة قصة اثنين في X2 X2 صفر زائد X3 صفر برضو على عشرة تطلع 0.7 هاي ما تغيرت هسا لاحظ انه ايش طلعت مين 0.7 فالتحديث الجديد على هاذ ايش بصير 0.7 تمام لا 0.7 0.0 تمام اذا هسا بصير اعتمد هاض الغي هاض خلاص ببطل اتطل عليه ليش لانه صار معي قيمة مين 0.7 تمام وصرة الفكرة يعني أنا القيمة اللي بوجدها بصير عوضها في القوانين اللي بعدهن ميزاي قبل شوي كنت تحكي لخلاص نفس القيم هاي بظل عوضها بظل عوضها بالموجة X1 X2 X3 لا هون بختلف الوضع تمام طيب طلع شو بيدي ايش احكي لك هون بدها تصير ايش واحد وهون ضدلت سفر لانه ما اوجد تمام شو بصير الجواب عندي سالب 4 ناقص X1 X1 كم 0.7 بطلت سفر حكيت لك صار عندي تحديث جديد ناقص 3 X3 طب X3 قديش تمام X3 قصة 0 ما تغير عليها شي على 8 بطلع الجواب بطلع الجواب اللي هو سالب 4 ناقص 0.7 تمام تقسيم 8 8 بطلع لهو سالب 0.5 8 7 5 طب ممتاز اذا التحديث الجديد شو بصير 0.7 ضلت زي ما هي تمام لانه وجدت من اول معادلة حس X2 صار قيمت ها 0.5 تمام 8 7 5 وال X3 تمام هي اللي اصر مدى وجدها في التحديث الجديد طب شو بجي بحكي لك ممتاز يساوي تمام بطل 0 خلاص بطلت اعتمد على الصفر ابدا ليش لانه اوجدت قيمة X1 والX2 يعني لما اوجدت قيمة X1 صار تعوضها في مين في معادلة X2 لما اوجدت قيمة X2 صار تعوضها في مين في معادلة X3 والX1 قبل كنت تحكي لك لا الصفار خلاص عوض صفار 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 تمام ما تغير طب ممتاز هون ايش بصيل 9 زائد 2 في X1 X1 0.7 زائد X2 وكيف X2 اللي طلعت معي القيمة الجديدة صار 0.5 8 7 5 مقسوم على 10 تعال نشوف كيف القيمة تطلع معي اللي 9 زائد 2 0.7 تمام ناقص 0.5 8 7 5 تساوي 10 تطلع القيمة 0.5 إذن X3 تطلع 0.9 8 1 2 5 ممتاز ممتاز طب إذن القيم شو اللي طلعت معي القيم اللي طلعت معي هي ثلاثة قيم تمام قيمة X1 0.7 X1 X2 X1 X2 طلعت معي سالب 0.5 سالب 0.5 8 75 0.5 طلعت معي X3 اللي هي 0.9 8 0.9 8 1 2 5 طلعت تعال نفهم الموضوع أكثر نفس القوانين نفس كل شي دع اكتب نفس القوانين تساوي 7 0.7 1 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 نين مضروب بسالب 0.5 875 تمام زائد اللي هي X3 مشان ما ننساش ونخربطاش 0.9 8 1 2 5 كله مقسوم على القهام على العشرة اللي هي بتطلع قيمتها بتطلع ما قيمتها انا مسرأس المحمد بتطلع قيمتها 0.9156 ممتاز اذا اول تحديف ايش انه هاي انشطبة بصير احط مكانها ايش 0.9156 ممتاز بدي اوجد من ال X2 ال X2 بيجي بحكي لك سالب 4 ناقص X1 بطلت اعوذ 0.7 لا بصير اعوذ القيم اللي طلعتها هون فبتصير اللي هي 0.9156 ناقص ثلاثة في X3 ما صار عليها اي تحديث لساتة نفس ما هي على ثمانية وبطلع معي الجواب اللي هو سالب 0.9824 هاي القيمة الجديدة اذا بصير اشطب هاي القيمة وبحط مين القيمة الجديدة ممتاز حسا باجي ايش بحكي لك هون بعوض هون كانت ايش هاي صارت اثنين وهي لساتها واحد هون شو بتصير هاي اثنين وهاي اثنين اذا بوصل عندي الثالث بعوض القيم اللي ايش اوجدتين من قبل تمام؟ يعني بطلت ايش اعتمد على القيم الاصلية اللي كانت معي طيب باري بحكي لك تسعة زائد اثنين في اكس ون الاكس ون قداش صارت الهير صفر فاصل تسعة واحد خمس ستة تمام؟ والاكس تو قداش؟ ناقص سالب صفر فاصل اه لا هاي زائد ناقص الهير صفر فاصل تسعة ثمانية اثنين اربعة على عشرة وتطلع قيمتها الجديدة اللي هي كم؟ صفر فاصل تسعة تمانية اربعة تمانية تمانية ممتاز اذا شو طلع معي القيم؟ طلعت معي القيم الجديدة اللي هي ايش صفر فاصل تسعة واحد خمس ستة بعتذر مرات انا بزيح شمال يمين طيب والقيمة الثانية اللي هي ايش سالب صفر فاصل تسعة تمانية اثنين اربعة فاصل سفر تسعة تمانية اربعة تمانية تمانية ونفس الاشي لو بدك تحسب ايش نسبة الهيرور بتحط القيم القديمة مع القيم الجديدة بتطلع معك ايش قيمة الهيرور في الوان اتراشن في التو اتراشن بطلع معك ايش قيمة الهيرور بالنسبة الهيرور التعليم طب ممتاز حيك انا بكون خلاصتكم الاموري بكون خلاصت هذول الطريقتين بس مراجعة سريعة نرجع نحكي شو الفرق بناتها خلينا شوفوين الورقة هاي الورقة بدي الورقة الثانية ونحطيها هاي هاي الورقة والورقة الثانية شو الفرق بين الطريقتين بلاحظ انه الطريقة بالنسبة بلاحظ انه الطريقة بالنسبة للجاكوبين كانت سهلة كتير بس اللهم من اياش بدي اعوض نفس القيمة ليه 0 0 وهنا 0 وهنا بده اتضلها 0 وهنا بده اتضلها 0 بينما هون لا خلص بما اني اوجدت قيمة جديدة للإكس 1 ببطل اعتمد القيمة القديمة اللي معي فبصير اعوضها مكان مين مكان القيمة القديمة هنا ظلت الإكس آي ليش هنا ظلت مجهول للإكس 3 لاني لسه موصلت لها ما وجدت قيمة جديدة فبظل عوض مين نفس القيمة نفس القيمة بس لما اوجدتها لما بده اجي اوجدها في المرة الاخيرة ايش بلاحظ انه صورت عوض القيم الجديدة اللي بتطلع معي يعني الإكس 1 ايش طلعت معي قيمة جديدة لها إكس 1 زاد آي من المعادلة للأولى بعدين ظلت إيش الجديدة بالنسبة للإكس 2 كانت القديمة كانت إيش مش موجودة معي للقيمة الجديدة فلما اجيت بده اطبقها على معادلة الثالثة فصارت إيش مع القيمة الجديدة هذا الفرق بناتهم بس تمام هيك انا بكون خلصت مادة المد يعني انا وعدتكم بحل سنوات وهيك شيء بس للأسف ما أسعفني الوقت إن شاء الله يعني بحاول قدر مستطا إنه ننزل لكم سنوات بس غالبا يعني ما يكون المحلولات وإن شاء الله خير يعطيكم ألف عافية